السلام عليكم الدرالين ومرحبا بكم باقي اليوم شاء الله نخدمكم واحد تمرين في ويلاد البشرية نتمنى اولا بعدها عليكم التوفير نتمنى لكم تنجحوا كاملين وتجيبوا ان شاء الله الكلطونة وتفرحوا وليديكم وتفرحوا الناس اللي عزز عليكم وتفرحوا انتم من الولا وغاية تحيدوا واحد الحمل عليكم تقيل وغاية ترتاحوا بزاف بزاف وربي غاية يصير لكم كامل الدرالين لانا ليدر مجهود ربي غاية يسهل عليها اذا فالتمرين هذا أريد نشرح لكم لانه تقدر تلقاه في الوطني ربما ولكن تكون دجاني عندك عليه معلومات وتعرف كيف تخدمه تبع معي حتى الأخر اكيد ان شاء الله ستتوفق ان شاء الله انك تفهم تمرين نضوق الموضوع يقول لنا ان يعتبر الدهان حالة خطيرة من الانهيار العصبي قد تصيب الانسان كما يعتبر الدلطونية شدود في الابصار لا يميز المصاب به بين الوان خاصة الأحمر والأخضر اذا عندي شدودين هنا يعني الدهان وعندك ذكر دلたنية تم الشجرة ثالية الشجرة ثالية يعني اه انتقال هذين الشدودين عند معينة انتقل من قراءة هذه الشجرة التي تنسبها بالنسبة للشخص من الملوء من الفوق يعني رجل مصاب مثلا هذا مصاب لا له بالدلطونية هذا فيه دلطونية هذا به الإدلطونية بالنسبة للملوء من الآن هذا الدهان هذا مريض الحزم كذلك مريض بالدهان لذلك كذلك مريض بالدهان إذا أن أحصل إليها الضالطونية وعدم إليها الدهان لما يمنون من تحت يعني من نسبة للدهان والتي يمنون بجيال الفوق يعني الدلطونية إذا لدي جوج هنا رسالة درية ليس صعبة أول تكنيك أخبره لك مثلا هو سيب كاري مثلا يعني geschدود بوحده دع شجرة فيها الشدود غير هذا يعني تكون عندك هذي وهذي وهذي ودع شجرة أخرى يكون فيها هذي وهذي وهذي تقدر تديرها انا مقدمها بها طريقة هذي ولاحظ معي كايش اندلوخدمه اذا السؤال الاول قل قلت تحديدها الحالي المسؤول عن الدلطونية والحالي المسؤول عن الدهان سأيدا ام متناحيا مع التعليم بغيت نعرف انا المرض والسائد المتناحي لازم لاحظ معي مثلا هذا الكلام مريض يعني بالدلطونية هذا مريض بالدلتونية الأخي دياله هذا مريض بالدهان هذا مريض بالدلتونية وعنده أخوه مريض من نسبة للدلتونية هذا مريض ولكن هذا وشفي الدلتونية ما فيش هذا مريض وهذا صحيح والأبوين سليمين إذن عندنا مثلا فرد فرد رقم خمسة يعني مصاب له يعني أبوين أبوين يعني سليمين أبوين سليمين هذا مصاب يعني بالدلتونية وعنده أبوين سليمين أبوين رقم يعني واحد واثنان شك يعني ليه هذا القاعد ليس كن عندي فرد مصاب له أبوين سليمين يعني ذاك الأباء يعني رحم للمرض ولكن المرض متنح إذن الحليل الحليل المسؤول الحليل المسؤول يعني الدلتونية الدلتونية وهو كدير متنحي متنحي علش متنحي لأنه عندنا خمسة مريض وعنده أبوين سليمين ضروري ما غيركم مريض نمشي كذلك نخدم بنسبة للمرض الآخر اللي هو يعني الدهان لاحظ معي عندنا الفرد خمسة ربعة كدير مصاب فرد خمسة مصاب ينحذر ينحذر من أبوين سليمين من أبوين سليمين ونكي كن عندي هذه الحالة فرد مصاب ينحذر من أبوين سليمين يعني الحاليل المسؤول الحاليل المسؤول عن عن الدهان يعني الدهان دونك متنحي متنحي إذن بجوج متنحي بجوجهم متنحي هذا والسؤال الأول السؤال الثاني السؤال الثاني قال لك بيين أن الشدودين مرتبطين بالجنس أن بيينهم أنهم مرتبطين بالجنس إذن شنو غدي نديره لاحظ معي أن الشدودين الشدودين أول معلومة شدودين شنو كيصيبوه؟ نغير الدكور فقط شدودين كيصيبوه إلا الدكور نوك لا يصيب لا يصيب الضكور كيصابو إلا الدكور فقط إلا الدكور يعني ما كيصيبوش يعني إلا الإنات بما أن الدكور كين وإنات إلا إذا رา ذلا كل جنس بما ان هناك صار performed by A لم يكن أن تكون تصوية كيعجيون ниkte çünkü لكن لنرى ماذا تصوية X أو Y Wenn A يكونون weğla يدخل بينا هذا مريد كذلك في هذا المرض يجب أن يكون أبديا المريد إذا كان Y ولكن عندنا المرض لا يصيب جميع الدكور إذا ما محمولش على Y وبين محمول لا يكون محمول على السبغي مما أنه مش Y إذن X حيث وقال اللي بين أنه على السبغي جنسي اللي بينه يعني وراء السبغي جنسي رديغين بين أنا باش نعرف إذن أول حاجة الشدود الشدودين يعني يصيبين إلا الدكور فقط إذن إذن المورثة المورثة المسؤولة المسؤولة عن الدهان يعني الدهان والمورثة كذلك المسؤولة المسؤولة عن الدلطونية الدلطونية هل جوج مورثة هذا يعني مرتبطتين بالجنس مرتبطتين بالجنس إذن عرفنا بالجنس إذن دبعا عشان غنقول بالضبط يعني في كين وبالضبط ما يكونش أقريك إذن X وبالضبط بالصبغي X بالصبغي الجنسي X إذن دبعا أن الصبغي الجنسي X عليك أن نقول أنه علاش لأنه لأنه مثلا لأنه لو كانت الموريتتين محمولتين على الصبغي على الصبغي Y إذا كنت محمول على الصبغي Y فإذا كان جميع يجب أن يكون جميع الدكور الدكور يعني مصابين مصابين إذا كان على Y يجب أن يكون جميع الدكور مصابين في حالة إصابة أبيهم يعني إذا كان الأب مصاب مثلا بحال هذا يجب أن يكون كلهم مراضين بعض المرض هذا أو لم يمريد هذا كذلك مثلا هذا مريد هنا يجب أن هذا مريد حيث هذا يد من هذا يد من هذا هذا مريد هذا صحح ممكن هذا يجب أن يجب إذا كان يجب إذن ماشي إذن فهو محمول على الصبغة جنسية يعني X السؤال الث باستعمال الرموز التالية أعطنا M يعني من نسبة الدهر لأننا M وعطنا M إذا م يعني نسبة M الحليل عادي حليل عادي وبنسبة للأم حليل ممرض لأن المرض متنحي البلس كان أعطيها للسائد واللي ما عنداش بلس هي المتنحي إذن هذا هو اللي مسؤول على المرض وهذا يعني النسبة للشخص يعني الليمز يعني عنده أم بلس هذه بنسبة للمرض الآخر طرنا الدي بلس و الدي إذن الدي بلس هتكون حليل سليم و هتكون الدي يعني حليل ممرض حليل ممرض إذن اللحظ معي هنا إذن هتكون هنا يعني شوما الأشخاص أعطاني الفرد ثلاثة قال لي شوفوا الفرد ثلاثة أعطاني النماط ديره فرد ثلاثة نقولنا مرتبطة بالسيبرجينسي X ثلاثة فينو ثلاثة هو 1 إذن ثلاثة أنت ثلاثة أنت عندكو عندها X ضنك X X كديرا سليمة سليمة أعطتنا فرد مريض بهذا فرد مريض بهذا إذن كي هتكون هتكون مختلفة لاختيران أعتكون مختلفة لاختيران للاختيران ولماذا؟ لأن يتسаю هذا مريض س CB يتساعد AL لأنه يتساعد من كل لد لأن هذا قدم X من هنا و Y من هنا وهذا قدم X من هنا و X يتساعد PHIL حيث حيث من الأم ديالهم. إذا الأم ديالهم فيها ديك المرت. فيها جوجة الأمرات. فيها شدود ديال الدهان وفيها شدود الدالتونية. إذاً يكون عندها XX. شنو اللي هيكون عندها؟. دونك X فيها يكون مثلا D+. هتكون D+. وكذلك يعني M. وهنا كذلك مثلا هدنا D+. وهنا هتكون يعني هتكون عندنا لأن هذه الأفراد أخذوا منها المرد أخذ هذا الحالي الممرد أخذها منها حيث واحد يأخذ هذا السبغي والأخر يأخذ هذا السبغي الأخر هذا شنو لدينا البلوس؟ لدينا دي بلوس هنا المتنحي من نسبة هذا واحد يأخذ رقم 13 واحد يأخذ رقم 13 مع العلم أنها الأب احتوى فيه يعني أحد المرض يكون هذا start وهذا يكون دهان كان بتشابه هات القتشيران وي었던 المرض مرة أخرى على avenir موسيقى اجرى بنسبة الداكر ماهي يدير هذا الربع؟ فيه واحد المرض عنده دهان والدهان يعني المرض هو ام صغيرة اذا انتكو عنده بنسبة الاخر ما عنده شو المرض بنسبة المرض الاخر اذا انتكو عنده ده بلوس بنسبة دلتونية وعنده الدهان الدهان هي ام صغيرة بلا بلوس اذا هذا يكون مريد كذلك اعطينا فرد رقم خمسة الفرد خمسة فرد خمسة انا اجرى اذا انتاوا عنده اكس وعنده اجرى كذلك الخمسة خمسة مريد في هد هد المرض ديل الدلتونية فى الدلتونية اذا الدلتونية هي يعني اكرا نزولها بنسبة الدلتونية لقد اناتكو عنده الد البلا بلوس لان هي هي المرتب هدوه المرض وليه الدلتونية وهنا اتكو ام بلوس لانما فيش هذا الفرد يعني خمسة. وفي الفرد يعطينا من بعد خمسة فرد ستة. ستة كده يرسل ستة أنتة. إذا كده عندها اكس عندها اكس. إذا كده يرسل ستة أنتة. إذا كده يرسل ستة أنتة. الخمصة عندها واحد ذكر يعني مريض بجوجه. يتيجد المرجقة بالعمر reminder двух مرض متنح. إذا أخده من هاد الأم ديالو يكون فيها يعني بجوجه. هيكون بالحالات. pneumatic. لأن إذا مريضة بالدهان ومريضة بالدلطنية. مريضة بالدهان مع إلى ذلك. يعني بجوجه. يعني اخده من هادها من الأم ديالو منذك المرض. إذا سوف يكن está got dead. سيكون لديهم أم صغيرة فأنت pessoas لديهم دا مصغيرة لأنهم لديهم نفس الفرد يعني هذا السابر وليس لا يأخد هذا السابر هذا فأنا لا يأخد هذا هذا أخد هذا هذا هو من هذه المصغيرة وهذا هو الرقم 16 ولكن هذا الرقم 14 اخد منه هذا المستمر لأن الحالي الممرض متناحي سأخد هذا هذا. هذا يعني فرض السر. وضعنا كذلك فرض ربعتاش. فرض ربعتاش. ها وعده بكنك نظر على الفرض ربعتاش ها. ربعتاش شنو غير قلنا ياخد هذا و ايجريك. يكون عنده هذا السبغي هذا. عنده كذلك ايجريك. اذا هتكون عنده دي. هتكون عنده ان. دي و ان عنده ايجريك. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الاماط الولاسية لانها سهلة. سهلة بصراحة. انا شرحتك هنا علاش وعلاش هذا. دونك هذا خدا من هاد الام ديال وخدا هاد السبغي هذا. وهذا اللي صحح اخده هاد. اذا هاد من غيكون هاد رقم ستاش. اه رقم ستاش نو غيكون عندي. انا ندير ستاش جاو نديره. رقم ستاش. اذا هتكون عنده اكس. اللي هتكون في هاد دي بلوس. ام بلوس. ايجريك. هادي هادي النمط الولاسي من نسبة رقم ستاش. اذا هاتش اللي عندنا هنا في السؤال. ما زلنا السؤال رقم اربعة. تقليك في حالة في اي حالة يمكن للام رقم ثلاثة. الام رقم ثلاثة. هادي. ان تنجيب يعني فردا مصابا بالدلطونية والدهان. هادي تقدر تلجيب فرد ثلاثة هاي. بالدلطونية والدهان. اكسر تقدر تعطينا واحد فيه بجوج يعني مريض بالدلطونية والدهان. كن فيهم بجوج. اذا لو يقع يتبادل مثلا يتبادل هذا مع هذا. خصي يوقع يعني ظاهرة العبور. ظاهرة العبور. يعني غير عبر باش يطلق ليها ام صغيرة مع الدي. بلا بلوس. ام بدي. يعني بلا بيوس. يطلقوا لينا. اذا هنا خصي يقع يعني ظاهرة العبور. باش يعطينا ذاك هذا الامشاج هذا. اذا هنا نوريكم الطريقة دي الاجابة. باش غالين جاءوا. رقم سؤال رقم ربعة. هذا فيه اليف وفيه كدلك ذا. دونك غادي يقعدنا في حالات. قد تقول له في حالات حدوث. حدوث ظاهرة العبور. ظاهرات العبور السبغي. ثم باش يقدر يعطينا ذاك. يعني في تشكل الامشاج ديها لا تقال ظاهرة العبور. نكتب هنا. اثناء تشكل الامشاج. تشكل الامشاج. فورماسو ديها اللي قامت يعني كيوقع لنا يعني ظاهرة العبور السبغي. اذا العبور السبغي يكون بين. احنا دا جعلنا الانماط الويراتية ديالفرض رقم ثلاثة. اللي غايكون يعني بين بين السبغيين. السبغيين شكلنا هو ما. عدنا اكس. عدنا اكس. بحضنا عايش من السبغي يكون كبار باش نحاول نبتل مزيح. عدنا واحد فيه يعني دي بلوس. لنك ام. واحد غايكون فيه يعني اه دي. هاتكون دي يعني ام. دي ام. اذا انا يوقع يعني كخوس ينظر معه. انا ام بلوس هنا. هنا انا ام بلوس. خصو يتبادله. يتبادله يعني هذا. هذا يرجع لهنا اي. وهذا يرجع لهنا. هد ام ترجع لهنا. ام بلوس تمشي لهنا. يعني يتبادله قطعة فيما بيناه. حيتو نحصل. حيتو سانا حصل. يلو قاعدك ما هو الحصول ؟ ما هو يبقى يتبادل لقية تعديلنا ؟ سيقول لدينا الحلقة سيقول لدينا x اللي غيكون فيها d وفيها كذلك m هذا غيكون مريد هذا مريد في جوج امراض والاخر سيبغي الاخر غيقول لدي فيه يعني d plus و سيقول لدي كذلك m plus ما هو اعطينا ؟ إذا اللي مسبول عليها هي ضايرة العبور هي اللي اعطتناها إذا هذا السؤال الربعة أليف السؤال الربعة با شنو قال لك ؟ حدد الجنس هذا الفرد على الإجابة نجيس دير هذا الفرد هذا شنو خصو يكون هذا يعني باش يعطينا يعني شخص مريض هذا اللي غتعطينا يعني هاد الانسات قدرت تعطينا هاد السبغي هذا ولكن عندما نخصو يمشي باش يبللي المارد المركم نسبان ثلاثة خصو يبشي يعني عند شخص يعني اللي غيبان عنده المارد بيخصو يكون ضاكر ضروري خصو يبعدنا داكر داكر لأنه قال لك في حالة في اي حالة يمكن لأمر رقم ثلاثة ان تنجيب فردا مصابا بالدلطونية والدهان حدد الجنس هذا الفرد يعني يعني على الإجابة هذا الفرد يعني خصو يكون يعني داكر علاج احنا غنديره يعني التعليل بما انه هاد النمط ديال الابراد جا عاطينو يعني رقم اربعة بما انه النمط الوراثي النمط الوراثي دونك للأب اللي هو رقم اربعة اللي غيكون عنده حتي معي رجعتي للفيديو تبع حتي معي مزيان تكون عنده يعني ام اجريك نسبان هاد رقم اربعة مارد يعني بهذا المرضى هادا عنده هاد النمط هادا ونمط يعني وراثي ديالي الامشاج ديال الام والنمط الوراثي لامشاج الام وهو هادا عنده هادا وهاد الامشاج الام فهدو مقعد نكتوب الآن هو خچه خچه خدهality إذا لأجد تشغلة هذا الشباب الشبابылه لنع cabe يجب وكأن هذا اتى تناول الوحد إذن humans only on to face كما يصل الشباب العادة لهية Kollegen نوعا القادمة هناك حيث اوليةReg رأيه أحتاج لسؤال الوحد لا تكون lm نت específic ان妨ki اتلقى هذا مع هذا. دي بلوس مع دي. اتبنى دي بلوس يعني ما كاش المرض. ولكن ام مع ام اعطينا المرض. ولكن غير بالنسبة الام. عما الاخر ما غيكونش مريض. اذا الحالة الوحيدة هي فاش يكون عدنا اقراج يعطيها الاب رقم اربعة. هذا الاب رقم اربعة سوعة اقراج. والام رقم ثلاثة تعطي يعني اكس دي. تعطي كذلك ام. في هذه الحالة هذه. اذا الجنس دياله غايكون يعني داكار. يعني هذا. سيكون طافل يعني داكار. هذا هو الجنس ديال هاد الشخص. ديال الفرد. اللي قدرت تنجبه. تنجبه من طرف يعني الامر رقم ثلاثة. ويكون موصاب بلومارض. اتمنى تكون فيتكم. بونكو غاج تراري. لكن شي سؤال خليوا في التعليق. ما تنسوش تبارتاجي مع دراس حابكم. لان التمرين مهم بزاف هاتمرين. عنده علاقة بالجنس وزوين. يلا لي سهل عليكم. بارتاجي بارتاجي مع صحابكم ليس بارتاجي مع صحابكم ليس لهم.